بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مودا وعودنا كمان مع أحبابنا عشان نتكلم مع بعض عن التوافق والسعادة زي ما رجعنا مبارح وإحنا بنتكلم مع أصحاب السعادة بنتكلم كمان في رحلتنا عشان نصلح دات البين ونتكلم عن مشاكلنا الحقيقة من غير ما نخاف إن احنا نتعرض لها لأن في الحقيقة الناس بتكون أقوية واثقين في ربنا لما بيتعاملوا مع مشاكلهم الحقيقة النهاردة عندنا مشكلة شوية ويمكن كلنا عناعرف أنا ليه زي بذكر المشكلة دي بعد ما رمضان بيخلص وبعد كمان من العيد بيخلص عشان نحنا شويتين تلاتة أوقات كتيرة بنتكلم عن فكرة الانتكاسات النهاردة عندنا نتكلم عن حاجة بتحصل من ناس مش منتظر إنهم يحصل منهم ده ولذلك بيبقى الأمر بالنسبة للناس كتيرة أمر بيبقى بيسبب اضطراب ويسبب ألأ لما تلاقي واحد بيعمل حاجة ما تتناسبش مع وقاره ولا مع شخصيته ده بيخلي شريك الحياة يضطرب بشدة ويشعر بإن إيه ده هو شريك حياتي راح فين وعشان كده احنا هنتكلم النهاردة عن مشكلة مهمة جدا جدا بتحصل كتير المشكلة دي احنا أطلقنا عليها مسألة التلصص العاطفي أو الجنسي بيحصل كتير في الحياة الزوجية ده من الزوجين من الزوجين مش من الزوج بس إنه نقصد بالتلصص إيه؟ إنه ما راحش خان لكن ممكن يروح يشوف حاجة ممكن يكلم حد يتعلق بحد حاجة زي كده بس إيه اللي يحصل؟ ما يستمرش في الحكاية دي وساعات الحكاية دي بتتكرر كتير وساعات بتبقى عند بعض الناس إنه هو من وقت للتاني يعمل الحكاية دي لو الزوج والزوجة بنين حياتهم على مبادئ وأخلاق وقيم بيبقى ده موزع جدا وبيصدم وبيفقد الثقة وعشان كده كنا لازم نقف ونتكلم فالتلصص بيبدأ بفكرة حب الاطلاع على العالم المسحور ليه العالم المسحور؟ بس مش منطقي أبداً إن الإنسان يقترب من النار علشان يتأكد إن هي بتحرق بعض الناس طول عمرهم ناس لطاف مؤدبين محترمين في حياتهم ما يعرفوش لا الألعاب العاطفية ولا الألعاب الجنسية ما يعرفوش ده غير في الحياة الزوجية ففيه ناس بتحب تشاهد وتسمع حياة التفلط آه والله؟ ماقول البناء الدم ده إنسان غريب شويه إنسان مليء إنسان غابة ويغيب عن ذنهم إن حياتهم دي فيها ناس كتير نفسهم فيها آه ناس كتير أن نفسهم في حياة الإنسان المحافظة الإنسان المحترم الإنسان المستور الإنسان القريب من ربنا اللي هي بعيدة عن التلصص وبعيدة عن الألعاب دي وبعيدة عن الشقاوة آه بعيدة عن الشقاوة لكن السوشيال ميديا بقى عمل حاجة أتحل كتير من الناس التلصص الجنسي والعاطفي إنه يروح يعمل شقاوة وييجي وممكن التلصص يجي من فكرة خطيرة بقت منتشرة الأيام دي وهي الناس بقى تحب تسمع إنه في ناس في حياتها مستقيمة تقعد معها وتقعد تحكي لهم عن مغامرتها اللي تلتة ربع على فكرة ممكن يطلع كدب بس هي تحب مع الناس المستقيمة تقعد تحكي لهم عن آه مغامرتهم العاطفية والجنسية اللي هي في كتير من الأحيين بتبقى مليئة بالكذب والخيال بس دي بتفتح باب للعالم الآخر المسحور اللي ما شفوش الشخص المتزن المحافظ على فكرة لازم نقول كده للناس اللي بتتلصص وفاكرين مسألة سهلة التلصص اتباع لخطوات الشيطان وربنا أمرنا إن احنا ما نتبعش خطوات الشيطان الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وما يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر الشيطان ما بيعملش غير كده الشيطان ما بيأمر بأي حاجة فيها يعني الشيطان مش جاي يخفف من عليك أعباء الضغط ضغط القيم والالتزام والأدب والأخلاق لا 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 خالص الشيطان هيأمرك بالفحشاء والمنكر يبقى لازم نفهم أن أخطر أخطر فترة ممكن تحصل للإنسان العصامي الإنسان العصامي ده ما هو فيه زوج أنا بسميه زوج العصامي اللي هو بنى أخلاقه بنفسه ومشي في الطريق إلى الله وحافظ على نفسه من غير ما أي مساعداته ومن غير أي تقلباته هو ماشي من أول لحظة في حياته راجل على الصراعات المستقيم أخطر لحظة بتحصل للناس دولة بقى يبدأوا يتلصصوا يا فترة منتصف العمر بقى اللي إحنا زعادت من الناس بتسميها قزمة منتصف العمر وأنا بحب أسميها فترة منتصف العمر لأن ممكن الراجل وبنى مناسبة وكمان الست يبدأ يحس أن حياته بتروح منه فيبدأ بقى يعمل إيه يقول ما فيش مانع بقى لما الواحد يتشقى شوية وهيرجع تاني فهنلاقي مثلا واحدة تيجي تقول والله إذا أنا كنت المحجبة الوحيدة في المدرسة ففي حيات ما شفتهاش ومعاشتهاش وكنت منتظرة ده يجيلي بشكل مؤدب ومجاش مجليش الحاجات اللي أنا كنت شايفها فيحصل لها انتكاس وتقع في مسألة التلصص نفس الكلام مع الرجالة وبيحصل بقى كتير مع الرجالة لازم كمان نعرف أن في أشياء زي دي بتكون مرتبطة في بعض الأحيان بأمراض نفسية زي الأشياء المتعلقة بالتلصص والانحراف ده كله ممكن يكون متعلق باللي بيسميه العلماء الاضطراب الوجداني فيحصل في الوقت ده تغيرات تخليه عايز يعمل حاجات غريبة وغير منطقية بالنسبة ليه وبالنسبة لأخلاقه وبالنسبة لحياته والنسبة دولة بيتطلب منهم أنه هو لازم يروح للمتخصص لأن الموضوع ممكن يكبر ويبقى الفترات بتاعته الطول طيب أول حاجة بنبدأ بيها بنكلم الشخص اللي هو بيتلصص نقول له أن الدنيا ما بتشبعش منها ايه ده يعني ايه يعني الدنيا مش موجودة عشان نشبع منها والنيد والاحتياج أنت بحتاج قد تشوف العالم مصرح وردهت على فكرة مش كل احتياج لازم نسده ليه لأن الاحتياج أصلا الاحتياج أصلا مش نقص محتاج أن احنا نشبعه الاحتياج صفة فينا ربنا بيجعلها عشان نطلب قربه سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء وإلى الله فالاحتياج بيخلينا محتاجين إلى الله وعشان كده لازم ننبهه إلى حديث الرسول الله سلم نهيمان لا يشبعان طالب علم وطالب مال يعني طالب الدنيا من بيشبعش والعلماء بيقولوا وهنا يفسر لنا شيء مهم جدا ليه بيحصل الكلام ده مع الناس المحترمين العلماء بيقولوا عشان نبين المسألة دي ونبقى واضحين فيها بيقولوا أن هرمون الدوبامين المسؤول عن اللذة اللي بيخلي الإنسان يحسه كأنه سعيد أنا بقى دايما بقى سميه مسؤول عن اللذة مش مسؤول عن السعادة لأن في المدرسة النفسية فيه من يجعل اللذة هي السعادة لا اللذة مسؤول عن اللذة فهرمون الدوبامين ده ده المسؤول عن اللذة بيفرز في الحاجات الجديدة والمفاجئة وده بيكون موجود في العلاقات اللي خارج إطار الزواج أنا لما حللت بقى الكلام ده قلت فيه حاجة تانية كمان فيه أسباب تانية كتير بس من أهماء أن الأسباب أن العلاقات خارج الزواج كمان ما بيبقاش فيها أهباء ومسؤوليات فتبقى زي الحاجات الترانزيتي اللي ممكن واحد يعملها بسرعة ويرجع ولكن والعزب الله أن الرجل اللي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بلن يهو بها في النار سبعين خريفة التلصص ده بيخرب القلوب مش بيخرب البيوت بس أنا أو كان بيخرب البيوت ممكن بيوت تصلح يجونا في الإرشاد الزواج ونصلح لكن لما يخرب القلب والعزب الله لأن القلب إذا أشرب ده بيتحول إلى قلب أسود طب يجي السؤال بقى أنت قلتنا بقى وخوفتنا من مسألة التلصص العاطف والتلصص الجنس ده نعمل ايه؟ هل من عودة؟ هل يمكن أن احنا نرجع تاني من الطريق ده طريق التلصص ده لأن الواحد ممكن يبقى عنده سكند لايف وبيعمل التلصصات وبيعمل شئوات بعيد عن الظاهر كده أنا بحب دايما وأنا بتكلم في الموضوع ده أتكلم عن حد من أسيادنا اللي أنا بحبهم جدا وهو سيدنا ماعس وأنا فخور لأنه بقول على سيدنا ماعس سيدنا ماعس وأنتوا عارفين قصته لما راح للرسول اللي الله سلم لمزنة وطلب من رسول اللي الله سلم أنه هو يطاهره عارفين الدافع كان عنده إيه؟ أنه هو مش مصدق هو مش مصدق أنه عمل كده إزاي يعمل كده؟ يعني هو راجل مستقيم جدا لدرجة أن رسول الله سلم لما هو راح لرسول الله سلم هو أشار على واحد فدله على أنه يروح لرسول الله سلم ويطلب أنه إيه؟ أنه يقيم عليه الحد لدرجة أن رسول الله سلم وكأنه أنا دايما بفهم كده أن رسول الله لما كان بيلتفت عنه لعشان يدفعه ويخليه يرجع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز يفهمه إيه إن في حالتك أنت الأولى الستر لكن هو بيصر لأنه هو مش مصدق إزاي أنا يقع مني ده فحصل ده فرسول الله صلى الله عليه وسلم طهره ونفس الكلام في الغامدية إيه اللي حاصل لدرجة إنه تاريخه كان ناصع بدليل إنه مهربوش لا سيدنا ما عايز ولا الغامدية مهربو لدرجة إنه لما جري لما كثروا عليه الضرب رسول الله قال لهم ما سبتمشي ليه لكن رسول الله قال الكلام في الغامدية اللي قد تابت توبات اللي هو وسط على أهل المدينة اللي وسعته نعمل إيه بقى عشان نساعد الناس آي بقى فيه ناس ممكن تخرج مش لازم عشان تخرج لازم تفضح نفسك نعمل إيه بقى عشان نخرج من ده أول حاجة لازم نعملها لازم نفهم إن التلصص ده لا يجلب للإنسان السعادة يبقى التلصص ده لا يجلب للإنسان السعادة ولكن اللي يجلب للإنسان إيه التعب والعنت والمشق فنقول إيه بقى كما أن الإنسان لا يحقرن من المعروف شيئا لازم لا يتبع نفسه عواها ويتمنى على الله الأمان فتكون عنده توبة عبارة عن أفعال فتكون عنده التوبة مجرد كلام وليست أفعال والتوبة في الحقيقة عملية بروسس التوبة مش كلام بنقوله التوبة خطوات فبقول التوبة لازم نعيش فيها خطوات عملية والتوبة دي أول خطوة في التحول والتغير في الإنسان لأن في ناس عندها حاجة بسميها أنا توبة بالتمني أنا بتمنى أن أنا توب فهو ما تبشي بالحقيقة وفي ناس عندهم توبة تاني توبة التفاوض يقول له ربنا بيفاوض ربنا يقول له يا رب أنا هتوب بس الزنبي ده أنت عارف أن قلب متعلق بي يعني إيه سمحني بقى في الزنبي ده يعني فهو يبيعمل إيه فهو تايب بس إيه بيفاوض ربنا يبقى لازم ببساطة خالص أول إجراء لازم نتوب بشكل حقيقي وأول معنى إن إحنا نتوب بشكل حقيقي إن إحنا نغير برنامجنا اليوم آه يبقى ما ينفعش يبقى لما بنقول توبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وعزمنا على قلنا نعود يبقى لازم نقفل خطوط العودة يبقى ما فيش حل غير إن إحنا أول خطوة لازم نغير برنامجنا اليوم يعني ما ينفعش إن يبقى برنامجي اليومي في أربع ساعات فضية أو تلت ساعات فضية أو أنا بفضيها والأربع ساعات ديت أنا بروح أملاها بإيه؟ أملاها بالتلصص الجنسي أو العاطفي أتكلم مع حد أو أشوف حاجة أو أعمل لا لازم أوقف ده أوقف ده بإني أغير بالنمج اليوم يعني أنا لو باخد الكرسي الصبح لا أخده بعد الظهر في الوقت اللي أنا بابقى إيه؟ بابقى فاضي فيه إن الله لازم على قلبي كده مكتوب إن الله لا يغيرهما بقوم حتى يغيرهما بأنفسه أغير بالنمج اليوم فأسد الوقت وأغير بالنمج فلما أغير بالنمج إيه اللي يحصل؟ عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا كلام مهم نفسك إيه لم تشغلها بالحق؟ شغلتك بالباطل يبقى أغير بالنمج ده عشان نفسي ما تشغلنيش بالباطل وأشغل نفس بالحق الجزء التاني اللي احنا لازم نعمله الخطوة التانية اللي انا لازم نعملها إن احنا لازم نعمل أشياء إضافية لأن اللي حاصل في النفس إن النفس الأمارة بالسوق بتخلي التلصص يجي منين؟ يجي من قضية إن انت عندك وقت يمكن أن تضيف إليه شيء من اللزة يجعل حياتك أكثر إثارة وأكثر متعة وأكثر استجابة لتغيرات الحياة وأكثر تخلصة من الضغوط آه يبقى أنا لازم أعمل إيه؟ لازم ببساطة أعمل قيم إضافية مساعدة في حياتي يعني إيه؟ أدور في الهويات اللي أنا كنت نسيها وابتدي أستعملها وأرجع إليها تاني لو كنت بتعلم موسيقى لو كنت بقرأ لو كنت بكتب شعر لو كنت برسم لو كنت بعمل أي حاجة بتسعدني أرجع تاني أعملها وبشكل واضح وأخصصها وقت وأشتغلها وأعملها لو كنت بقعد وبتأمل وبسمع حاجة معينة وبتأمل أرجع أعملها تاني أرجع تاني وده مش معناه أن أنا أروح في الملالة بالعكس لأنني أجدد حياتي أمر التالت لازم تبقى فيه جهة قعدة بقى نجلس أنا وشريك حياتي تجلس هي وزوجها أو يجلس هو وزوجته ونتكلم عن القضايا اللي إحنا مسكوت عنها بقى القضايا اللي بيننا اللي هي فيها عدم توافق سواء جنسي أو عاطفي ونتكلم مع بعض ونشوف لو فيه مشكلة محددة عند طرف من الطرفين يبقى لازم نسمعها ونقشها ونشوف حلولها ولو نقدر نستعين بمختص لو الموضوع صعب علينا ياريت نعمل كده علشان نعرف مواطن الخلل ونقدر نعمل إيه ونقدر نرجع فيها الأمر الرابع إن إحنا لازم نعمل إيه نجدد حياتنا الزوجية ونجدد حياتنا الزوجية بإيه بثلاث حاجات أول حاجة نزود القواسم المشتركة بيننا ندور على الحاجات المشتركة اللي بيننا ونزودها دي أول حاجة يعني إيه يعني إحنا لو اتنين بنحب القراءة نزود مع بعض نقرأ مع بعض إحنا اتنين بنحب تلاوت القرآن نقرأ مع بعض القرآن احنا اتنين بنحب نصلا فنصلي مع بعض كل يوم ركعتين نزود المشترك اللي بنا يبقى أول حاجة نزود المشترك تاني حاجة عشان نأول قواسم اللي بنا نبتدي نفتح مجالات كتيرة نتكلم فيها عن حياتنا ويا ريت نتكلم عن المستقبل والسعادة تالت حاجة نعملها نبتدي يزيد وقتنا في التنزه مع بعض نخرج مع بعض كتير ونفضل في أماكن كتيرة مع بعض هيخلي ده الدوبامين تيجي وهرمون اللازده ييجي من حاجات تانية خالص من أن احنا خلفنا الطريقة والطبيعة اللي احنا كنا بنعملها ونبتدي إيه اللي حاصل نعمل حاجات تجلب علينا السعادة يبقى احنا ساعتها مش محتاجين ده يا سيد احنا اتكلمنا النهاردة عن موضوع مهم وحساس فارجو ان احنا نهتم بالإجراءات اللي احنا قلناها وكمان خاصة ان احنا معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسره اللي هتظهر اللي زهرت قدامكم وبنتلقى عليها أسئلتكم وكمان بنتلقى عليها مشاركتكم وهي سلام بنتلقى عليها كمان الكلام عن الموضوعات اللي احنا بنتكلمها لان الموضوعات دي موضوعاتنا فاحنا محتاجين التفاعل عليها ومحتاجين ان احنا نتكلم عنها لان في الحقيقة احنا مقررين ان احنا مش هنتكلم عن حاجة تانية غير عنا لان في الحقيقة يكفينا جملة من الاعباء اللي عندنا واحنا عايزين نقل من الاعباء اللي عندنا عايزين نبقى قيمة اضافية في حياة بعض ونخفف الاعباء عن بعض عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعل لنا فرجة وان شاء الله يجعل لنا فرج ويجعل لنا فتح ويجعل لنا سعادة ويجعلنا ننتقل من التوافق الى الرضا الى السعادة وتعالوا ناخد اول سؤال من اسئلتنا النهاردة استاذ عبير اهلنا سهلا استاذ عبير عليكم السلام عليكم الاول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم صلى عن النبي دلوقتي انا لي اخ كبير كان والدي اخلى عنده مش خلى عنده كمان اخوي اخد من عنده ورق ورس بتاع العيلة كلها بتاع اخواتي وعمام اولاد عمامي مايهباش ورق ورس بقى اخذ ورق ورق الممتلكات اعلى الورق الاساس كان عك والدين اواه كان عك والدين كل حاجة شمال في تخيلها في حياتك هو عمل لا لا أقول لك حاجة يا أستاذ عبيل أقول لك حاجة أنا عشان ده ماجل يسعيل أه طيب خلال بحنا خلينا نتكلم مباشرة في السؤال بعيد عن عن الناس اللي يستموجودين معانا خلال 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 أتفضل أهل ما صل على النبي دلوقتي هو خد الورق وكان عمل مشكلة واتحبس فيه وخرج طيب وخرج وطلع موارهوش ولا قدامه سيء عليك حب رسول الله عليك أفرص هل يدخل في السؤال على طول اللي كده انت بتحكيلي عن تاريخ أخوك اللي هو في الأخ الخالص هيطلع سبب اللي هيطلع السؤال الخاص بي بسألينه مباشرة على السؤال طيب اللي ما صل على النبي دلوقتي هو خد الورق وكان فيه حتة أرض المفروض ان احنا نخلصها الورق دي بتاعتها عندها عند هو فجينا لما طلبناها منه قاعد يلف ويدور وما دناش الورق الأساسية فاللي نهرف هو عشان تعبان احنا دلوقتي اللي بنخدمه عشان سعب علينا كأخ طيب فطلبنا منه انه يدينا الورق طيب عشان نخلص منه فقاعد يلف ويدور وحمل الأول ايه قال ليه طب خلاص خدوا المفتاحة هوا عشان انا مش هقدر امشي هاتوا الورقة من البيت ما عندي وانا هوريها لكم طيب فتلعي تلعي احنا وو احنا بندور في الورق اكتشفنا الورق الأساسي كله عنده ومن دمه كان فيه يحول كل الورث باسمه هو طيب انا عايز اسألك سؤالي يعني اندي في الاخر خالص عدي بالك بقى يعني هو في الاخر خالص حول كل ممتلكات والدك جزء منها كبير جزء منها كبير جزء منها كبير السؤال بقى فين السؤال دلوقتي اختي لما لقيت الورق الأساسي كله عنده وخادرته من عنده على أساس ان احنا نخلصه وكل واحد ياخد حقه بما يرضي الله طيب السؤال فين فالسؤال دلوقتي اختي بعد ما خادته الحاجة خافت منه ومن رد فعله قالت له هرجعه عشان ده حرام مش حرام قالت له ده بحرام ازاي وهو دلوقتي واخد بورس العلا كلها بورس يا سيدة عبير بورس يا سيدة عبير نعم اول حاجة انت روحت واخدتوا الحاجة من الراجل والراجل ازل لكم ان انتو تاخدوا حاجة معينة اه فانتو اخدتوا كل اللي انتو لقيتوه ولك عمتين المفروض ان ده اه ما كانش عمل صحيح اه لان الراجل امنكم ان انتو تاخدوا بعض الاشياء اه اما وان انتو اخدتوا حاجات لكم شراكة فيها اه والعقود دي عقود مشتركة بينكم فخلاص دي بقى دلوقتي معاكم اه خليه بس اقول لحبيك حاجة اه الحاجات اللي هو حولها اه احنا مش هنقدر نتهمه ان هو حولها بالتزوير اه ليه طيب لان ممكن يكون حولها لان ابوك هو اللي سمح بدا لان في الحاجات ما بتتحولش الا بتوكيل وايلا بحضور الطرفين اه ما مش متثبتها رسمي بقى هو حولها بس مش متثبتها رسمي خلاص يبقى ايه ما تحولتش اه يبقى ايه ما تحولتش فين سؤالك بقى هل انت بتسألي هل احنا الراجل على الورق ولا لا أخد الورق ولا لأ من غير ما يعرف ولا لأ حرم ولا حلم ما خلاص انت أخدت الورق من غير ما يعرف رجعناها تاني لأننا خوفنا يكون حرام لا خلاص رجعتو ما ترخوتوه إش تاني ما تتعدوش على حرمة البيوت أنتوا ليه كان الورق أيفضل معاكم لأن أنتوا عندكم زي ما بيقولوا كده عندكم جزء من ميلكي ده لأن دوت جزء من الميراث أما وإنك انت خلاص رجعت الورق مرة تانية إلى البيت لا تتعدى على حرمة البيت بقى يعني في الأول خالص كانت حرامة أننا أخذناه؟ الأول خالص أنتم أخذتم الورق وبقى الورق معكم خلاص وأنتم لكم شراكة في هذا الورق دلوقتي إحنا رجعنا الورق ده في بيت واحد والورق ده لوقتي في بيت واحد ما ينفعش أننا نتعدى على حرمة البيوت ما إحنا منسأل عشان كده بس عشان ما يبقاش حرامة لنا و أنا عشان كده بقولك يا أستاذ عمير يبقى كده خلاص إحنا الورق ده لا يجوز لنا أننا نأخذه ليه؟ لأن إحنا متسويين إحنا شراكاء زي ما هو لحق في الورث ده أنتم لكم حق في الورث ده أما وإن الورق ده في بيته فلا يجوز التعدي على حرمة البيت وأخذ الورق ده بغير إذنه فهمتي؟ طيب ما هو بغير إذنه دلوقتي حضرتك هو واخد كل حاجتنا من غير إذننا بقى نرفع عضية عند المحكمة ما فيش معنا أي ورق يزفد كل الورق ولو مش الأشياء دي معروف أن هي ملك الولدكم حراس ارفعوا أمركم للمحكمة والقاضي هو الذي يأتي لكم بحقكم لكن ما ينفعش أن أنتوا تتعدوا على حرمة بيت حد أستاذ عائشة تتفضل لو سمحت يا دكتور أنا فيه سؤال بس تفضلي كنت بقول لحضرتك رفضة شريفة لازم دخول المرأة طاهرة من الحدث الأكبر أو الأصغر أنت دلوقتي بتسألي بتقولي دخول المسجد للمرأة دخول المسجد للمرأة الأصل أنها تكون طاهرة من الحد ولكن هناك من أجاز أنها تمر من المسجد فإذا كانت هي تدخل الروضة بمعنى أنها تمر وهي متحفظة ولا شيء على المسجد لأن مسألت الروضة دلوقتي ما بقيتش بالسهلة زي زمان فلها أن تقلد من أجاز بهذا المعنى أن هي هتمر مش هتبقى يبقى إيه اللي حاصل هي هتمر مش هتبقى ودوت يبقى دوت ولكن البقاء في المسجد لا يجوز للمرأة الحائض على ما يفته به يا سادة إحنا نخرج لفاصل ونرجع مرة تانية نكمل مع حضراتكم أسئلتكم المباركة ونتنور بأسئلتكم ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ونستكمل أسئلتكم المباركة ومعنا الأستاذ أحمد من البحيرة أستاذ أحمد تفضل أستاذ أحمد أستاذ أحمد من البحيرة طيب أستاذ أحمد ممكن تكلمنا تاني لو تكرمت بعد يزنك إحنا يا سادة إحنا عندنا زي ما قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إحنا بنجمع ما بين الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحاول أن تدخل المسجد ولكن جاء في حديث استدل بيه بعض العلماء على إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة عندما طالب أن تناوله الخمرة قال إن حيضاتك ليست بيدك طيب نعمل إيه في ظل الظروف اللي موجودة دلوقتي في مسألة دخول الروضة وإن في حد ممكن ما يقدرش يدخل الروضة غير بصعوبة شديدة ويبقى فيه إجراءات كتيرة جدا 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 فيبقى تعمل إيه يبقى تدخل كأنها تمر مع الاحتياط والتحفظ الشديد فيكون لا حكم المرة بالمسجد مع الاحتياط الشديد ودوة اللي احنا شايفينه عشان ما نكسرش كمان بخاطر هذا الاختيار عشان ما نكسرش بخاطر النساء اللي عايزين يزوروا الروضة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويبقوا كمان بيكون عندهم هذا الحال اللي ممكن تبقى من الشوق لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإن هم يمروا بهذا المكان يا سادة معنا يا أستاذ محمد من القيرة اتفضل أستاذ محمد يا أستاذ السلام عليكم اتفضل يا أستاذ محمد عليكم السلام عليكم والله حضرتك أنا بشكر برنامج حضرتك السعيد لطولة غزاء الروح والجين اللي عام في الحياة تاني كده معلش عالي سوتك يا أستاذ محمد شوية بشكر حضرتك وقصة البرنامج الجميل اللي هو طولة غزاء الروح يعني المائز غزاء الروح الله يرضى عنك الله يرضى عنك ويزيدك نور وبركة وفضل يا سيدي الله يكريمك حضرتك أنا عندي سؤال مباصر حضرتك أنا عندي دلوقتي داخل خمسة وخفين سنة كنت متزوج واحدة كان البيت عندي فيش مكان أتجوز فيه عشان يعني نسبة العائلة زي ما أنت عارف ما كان واحد من يطرحش عشان رضى الوالدة دايماً السيدات زي ما عارف أنا بأخذ رضاها عندي أخوات بناتي من جوازية بيجوا عندوا عندوا سبتهم في البيت وكده فالحوار دي لغاية دولك عامل مشكلة معي أسا كانت عندي زوجة وبعض ذلك حصلتش نصيب حسيت يعني حذيتي مش هي حصل انتصان هي حصل مني بس مهم سبت البيت وجيت قعدت ببيتنا فدلوقتي مقيم في البيت من غير زواج بيصنب ان انا مراعي للبيت عشان مشاكل داخلية مع اخوات البنات قاعدين معا سبتهم في البيت بس 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 يعني عشان المشاكل هتحصل داخلية انا بحب أم ويحب الوالدة بس هي ستة كبيرة واخواتي البنات مستغلية الظروف انه في البيت عندي فلو جيت واحدة ثانية في البيت هتحصل مشاكل داخلية وبحاول اشوف الامور دي مشاكل مشاكل لاجي حل هل انا جاعت البيت عشان رايق البيت ما كده مش عادي بان عاشر دي رجل تيوس في بيتي طب مش عارف حل ساعدتك واخواتي كل ما يجوا اشكيلهم مش حاسين اللي يحصل في البيت فانا قاعد كده عشان رايق الوالدتي وصحين يعزم عارف عندنا الحرية في الصعيد الواحدة لازم يكون عنده ما يبقاش تيوس رايق البيت هو البيت تحل البيت ما اخذر اي واحد طارق سواء عبر السبيل حد يفتح البيت فانا مش عادي اجيب واحدة ستة يحصل مشاكل داخلية الام عايزانك جوز بس تحبي بناتها وبنات بناتها اكتر انت عندك عيال من جوازك لا ما حصلش رطيب الحمد لله ستة محتلة ما راحت لحالة يكون ساكن عندهم في البيت وراحت لحالة انا عادي في البيت الوالد بلوك البيت العيلة يعني طب وانت لما تيجي تتجاوز هتتجاوز في بيت مين مش عارف والله انا قاعد في البيت العيلة مش عادي نهادي بنا شوية بقى نهادي بنا شوية حاج محمد ونعمل حاجة لطيفة او او اول حاجة حضرتك تحاول ان انت توفر بيت عشان لما تيجي تتجاوز تتجاوز في سكن مستقل حضرتك مش عادة بسيب البيت هنا طبعا انا الكبير ليه متقدرش تسيب البيت البيت قايم على اعمدة مش قايم على كتفة حضرتك انا الكبير في البيت النهاردة طبعا انا بسألك سؤال انت عايز دلوقتي انا بسألك سؤال يا حاج محمد انت عايز تتجاوز ولا مش عايز تتجاوز انا عايز تتجاوز ايه ده بقى شوية بقى وانت دلوقتي بتقول ان والدتك واخواتك لما بتروح متتجاوز هم بيحس بتحس العروسة ان هم مش هادرين يتفاعلوا معها مظبوط صح كده انت يا سيدي المسألة ببساطة خالص هي اصلا الست اللي هتتجاوز الاصل ان يبقى عندها بيت خاص بيها فانت تروح تلوقتي تكتهد ان انت تجيب بيت وتجيب شقة عشان تسكن فيها انت والعروسة الجديدة ويلا توكر على الله وهو ده تلأساس الاساس من العروسة تسكن في بيت حتى لو بيت ايجار مش لازم بيت تمليك حضرتك برقات حضرتك انا بقول لحضرتك انا من نسبة للبيت مش اعاد اسيبه عشان برضي لازم اكون في راجل في البيت انه طبعا هنا على رأي المسأل المريش في المال بيت بقى العشار اخواتي بقى الجوزين بيجي اخوالهم في البيت مش مشكلة عندهم يعملوا اي حاجة اي كسر يعملوا فالوالد بتحبهم وانا بحب الوالد عشان خطيرهم بس مش فهماني عرفت طيب انا حاسس ان انت مش عايز تخرج من البيت عشان ما يضعش حقك في البيت انا بقول كده صح يظهر انا بقول كده صح حاجة محمد يبقى انت حاجة محمد خليك بس خليك بس معايا حاجة محمد انت دلوقتي عايز تحصل على كل حاجة تبقى موجود في البيت اسمها حاجة محمد بس انت دلوقتي بتسألني فاتوة انا دلوقتي عايز اتجوز ولو جوزت واحدة هيحصل معا نفس السيناريو هتدي تتجوز في البيت هنا مش هنرتاح زي ما انا جوزت في بيت عائلتها وما ارتحتش اه صح الجواز في بيت العيلة محفوظ في بعض المخاطر منها مخاطر عدم التآلف واضحة دي يبقى ايه الاساس الاساس اننا ناخد بيت ده خد يا سيدي بيت قريب منهم وخليك رايح جاي عليهم بس انت تجي تتجوز حد وتكرر نفس التجربة تانية اظن ده مش من الحكم نعم السيدة موهبة من القرارة تتفضل السيدة موهبة السيدة موهبة تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام عليكم يا حضر كاته يبدو ان انا اتمنى على حضرك بس توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون لو تكرمت حاضر 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 السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوة يا شيخ اهزك يا شيخ الحمد لله فضل ونعم اتفضلي اه بقول لحضردك انا عايزة اعرف حكم الزين في الفتة اللي تتجوز وصير مولادها اكيد مش انت بتكلم عن حد تاني صح ايوة اكيد طبا طيب بس يا ست رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المرأة والرجل تكلم عنهم على انهم رعاة حاضر النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل راع ومسؤول عن رعيتي والمرأة راعية في بيت زاوية ومسؤولة عن رعيتي وحاضر النبي قال ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول وكذلك من اعظم الاسم ان طيع المرأة من تعول فلذلك ايه اللي حاصل لازم نشغل مفهوم زي ما احنا بنتكلم عن عقوق الوالدين لازم كمان نتكلم على ان في بعض الناس بيمرسوا عقوق الاولاد يعني لما واحدة تتجوز وترمي اولادها بدون دبب ولا داعي ما جايزها هي مش رمي اولادها ولا حاجة هي مش ادرى عن نفقتهم مش ادرى عن نفقتهم خالص وزوجها ولا عايزوا بالله بيرازيها بيطعي امرأة معيلة وفي نفس الوقت جزها مش رادي يدلها انها نفقت الاولاد ولا نفقتها فبتضطر يعيني لازم تسيب الاولاد عنده عشان هو ينفق عليها بيقول لا لو ما سيبتيش الاولاد مش هنفق عليهم طبعا ضحراء بس هو خلاص فالست دي متساوية مع الست اللي هي راح تسرمي الاولاد وهم في حضنتها وبتاخد نفقتهم فرمتهم لان هي في الحقيقة عملت حاجة ظاهرة موجودة عند الرجال اسمها طراء الاولاد فرح تيامطلع الاولاد عشان ايه تنتقم منه في ناس عندهم نفس الشعور ده وتسيق ده انا شايف ان الناس اللي عندهم ده محتاجين بالفعل يذهبوا لحد يعني يذهبوا لمتخصص نفساني لان الاصل المرأة التي على فطرتها ما تعملش كده في اولادها ولذلك ده حرام ده من اعظم الاسم ان هي تضيع اولادها بس لازم في نفس الوقت بدل انت اللي مش انتي صاحبة المسألة دي لازم اكون انا منتبه ان السؤال ده ممكن يكون السؤال مفخخ يكون وراء رسالة الحد والحد ده واتملوش زم فلازم اتكلم على الحالتين على حالة المرأة اللي هي مضطرة ان هي تسيب اولادها لان ما عندهاش نفقة وحالة المرأة اللي هي ما كانتش مضطرة وضيعت اولادها وده اللي اسمها يكون عظيم نعم السيدة مؤياد السيدة مؤياد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت عايزة اسأل سؤالي تفضلي اه لأ بص اشنا كان في مشكلة بيني وبينجوزي مشكلة جامدة قوي واتخانينا مع بعض اخناقة جامدة وانا سبت البيت ومشيت من اول يوم العين ووزي حلف علي بالطلاق قال لي انتي طالق طيب سبت البيت ليه عشان حصل مشاكل جامدة قوي يعني انا لما يحصل مشاكل جامدة قوي اسيب بيتي اللي فيه عيالي ثلاث مشاكل وكده يعني فبس فانا سبت يعني كان فيه خطر عليك او كان فيه خطر علي او يعني ضربك مثلا ولا ايه يعني ايه فيه خطر عليك يا مؤياد مؤياد سمعاني وهو انا اعدى في بيت عيلا ومعليش يا مؤياد يبدو ان انتي محتاجة بس توطي التلفزيون شوية وتسمعين من التلفون لو تكرمت هو كان فيه مشاكل انا اعدى انا اعدى في بيت عيلا وحصل مشاكل جامدة او ما بيننا وما بينهم وهو وانا مشيت وسبت البيت فهو حلف اما رحت عند بيت اهلي يعني خليني انا ابوك يا مؤياد انا ابوك واسمعيني لو سمحت حضرتك سبت البيت عشان تعرفوهم مكانتك وانتي قد ايه عزيزة وكده لا هم طلقوا علي كلام وحش طيب فانتي سبت البيت عشان يعني تحافظ على سمعتك وتحافظ على شرفك وعرضك انهم حدش تكلم فيه طيب وبعدين هو صدقهم وحلف علي بالطلق فقال لي انتي طالق وانا هو جي خدني وانا قال لي انا ارجعك تاني ورجعني وانا رجعت ولسا لغد الوقت احنا ما روحناش في اي حتة ما روحناش في اي حتة ازاي عانت يعني هو احنا ما روحناش لشيخ ولا اي حاجة فهو قال لي انتي طالق كده وانا بقى ايه بقى اكلمك عن حاجة وبعدين اقولك نصيحة اي حاجة ليه علاقة بالطلق لازم الزوج يكون موجود عشان احنا بنتحقق من الزوج وما ينفعش يا سادة بكرر الكلام ده محدش يفتي في مساء الطلق للمرأة فقط لازم يكون الزوج موجود لان الزوج هو صاحب اللفظ لان الزوج هو المطلق فلازم نسمع من الزوج ونتحقق منه ونسأله اسئلة كتير متعلقة بالزوج فانا مش عادر اقولك اذا كان الرجوع اللي هو رجعه لك ده صح ولا غلط طيب ادي اول حاجة الحاجة التانية المسألة دي محتاجة تدخل لان فكرة ان زوجك صدق حد وهو بيطعن في عرضك وبعدين تروح راجعة تاني للمسألة محتاجة ادارة عشان ما يفضلش ان الناس بيتعاملوا مع بعض على هذا الاساس فلازم حد يخليه الثقة مرة تانية ترجع عليكم فانتو محتاجين متخصص اكيد ان انتو محتاجين متخصص واذا الفكرة مش فكرة بيعملها فكرة رفاهية بيعملها الاغنية بس لا احنا محتاجين نعمل كده واذا ما كانش الكلام ده موجود لازم تروح المتخصص اذا ما كانش تفضلوا على مركز الرشاد الزواج بدر الافتاة المصرية لان انتو محتاجين تدخل في الحوالي زي دي في مسألة التعافي من هذه المسألة محتاجة تدخل محتاجة برنامج عشان نرجع تاني ونتخلص من هذه الازمة التي حدثت دينانا الحج محمد يتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة البركاته حج محمد حج محمد الله يكريمك سلام عليكم على رأسي حج محمد توطي التلفزيون لا تسمعني من التلفون الله يكريمك يا حج محمد حاضر حاضر عليكم السلام على ميلك اتفضل يا حج محمد حاضرتك فيه على وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك حاجة منتشرة اسمها زواج المسيار هل زواج المسيار ده زواج صحيح على الشريعة بص يا حج محمد انا اقول لك حاجة احنا الزواج عندنا زواج يعني ايه زواج ايه اتنين اتجوزوا بقى وما عندهمش موانع واتجوزوا جواز شرعي وايه اللي حاصل ومستوفي الاركان والشروط وما حدش فيه ملأقة العقد ولا خلى العقد دوت فيه اي شرط من الشروط تمنع من القيام بواجبات العقد بس جوهم اتنين قالوا والله احنا عشان عندنا مشكلة فهنبقى عيشتنا مع بعض عيشة جزئية مش هنعيش مع بعض طول الوقت اذا كانت المسألة كده فده جواز صحيح اما اذا كانت جواز لأ ده جوازنا بس ده جواز ترانزيت واحنا مققتينه وحطينه وقت بس عشان نتجوز لفترة معينة وكاتبين ده في العقد فلأ بعض الفقواء بيقولوا ان الشرط ده يبطل والعقد يصح وبعضهم بيقول لا العقد نفسه يبطل عشان التأقيد ده احنا بنلغي الشرط ده والعقد عشان نراعي مسألة حرمة الأبضاء داته خاصة لو دخل بيها فنعمل ايه دلوقتي لو كان جواز المسيار اللي حددك أصدق ان جواز صحيح وموسق وده جواز فيه أسايم أسايم جواز موجودة عندنا وكل حاجة بس الناس بتلتقي في بعض الأوقات ومش عايشين مع بعض طول الوقت هل ده جواز صحيح؟ اه بس هل ده الجواز الكامل؟ لا مش ده الجواز الكامل الجواز الكامل عندنا هو الجواز اللي بتتبني بيه الأسر طب إذا كان الناس مضطرين يعملوا كده لا حدش هيقدر يقول لهم الجواز ده باطل إذا استوفى الأركان والشروط يسموه إيه بقى مش قضيتي أنا أهم حاجة عندي لأن الجواز يكون جواز مستوفى الأركان والشروط ويكون موسق غير كده أهم عايعملوا إيه بقى في ترتيبات حياتهم؟ دي مسألة تانية ترجع لهم وهم أهم حاجة ما حدش فيهم يكون متضرر ما يكونش حد عايز يلاقي شريك حياته وشريك حياته بيقوله لا أنا مش هدي لك حقك من حق إيه؟ من حق إن هم يعيشوا مع بعض ويبقى ينفق عليها والكلام ده كله فإذا هي تنازلت عن إنه ينفق عليها لقاء إنه هم بس يكونوا مع بعض في عيشة مباحة وحلال أنت طبعا بتقول لي بس ده ما تبنيش به الأسر وأنا بقول لك إن ده ما تبنيش به الأسر بس في نفس الوقت ما نقدرش نعمل إيه؟ ما نقدرش نمنع الناس من شيء قد يسد عليهم باب الحرام لأن إحنا عايزين إيه؟ إن إحنا عايزين يبقى دايما الجواز في شكله التام البرفكت إحنا فيه بيوت كتيرة الناس موجودين فيها وهم مطردين إن هم يفضلوا مع بعض عشان الأولاد مش هنقدر نقول لهم جوازكم باطل لكن نقدر نقول لهم لو سمحتكم خلوا الجواز جواز حقيقي لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الجواز آية من آيات الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة خلوا الجواز يبقى باب من أبواب المودة والرحمة وخلوا دايما يملأ قلوبكم خير ويملأ قلوبكم كمان إحساس بالسعادة بنعمة إن ربنا سبحانه وتعالى اللي بيدين منكم العلاقات خلينا نفهم إن الجواز باب من أبواب نعمة ربنا اللي لا تعد ولا تحصى بس في نفس الوقت تعالوا نعيش بالأمانة وبالقيم عشان لا يحصل لنا لا تلصص ولا يحصل بنا كمان إن احنا نعيش حياة تانية مع حياتنا اللي ربنا منع علينا بيها وسماها حياة النعمة اللي هي الحياة الزوجية يا رب جعلنا دايما من أهل الاستقامة ويجعلنا دايما من أهل النعمة ولا تكتب علينا الندامة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين جعلنا دائما من عبادك الصالحين وفي رضاك يا رب العالمين يا رب العالمين